تخيل حضرتك إن مبارح اتقال التذاكر 10-10-25 زي ما حضرتك شفت كده مبارح التذاكر كانت عاملة زي أو كان المنظر عامل إزاي وعلى فكرة أنا ما بلومش أخواتنا في المغرب خالص ولا ليهم أي علاقة بالموضوع أنا علاقة تيب اللي بيحصل والاتحاد الأفريقي اللي بيوافق على هذا التدليس تدليس يا فندم حصل مبارح واضح جدا هل ده معناه إن إحنا كنا كوي أنا بس عشان إخواتنا هم مش يعني الأصدقاء اللي بيطلعوا يعودوا يقولوا أه هقضت عياته تعودوا تعملوا عاية ليه أنا عاية عشان أنا واخد عشر بطولات يعني ولا عاية ليه عاية إن أنا بصل دايماً للمباراة النهائية بعاية إن أنا حاطت رجل قاعد كده وحط رجل على رجل قدام الناس كلها وقال لهم إن أنا الأهلي إيه الكلام اللي بيتقال ده يا جماعة من المبارح للنهاردة الواحد بيسمع كلام من بعض من لا يشجع نادي الأهلي غريب جدا مين ده يا زعلوا زعلانين إحنا زعلانين عشان اتغلطنا في المباراة النهائية بالمناسبة مش زعلان عشان أنا طلعت من دور إقصائي ولا من دور مجموعات ولا من هنا ولا لا ده لو دي حصلت في النادي الأهلي قال لي كان ممكن يحصل من الجمهور أنا ما بزعلش عشان أنا طالع من أنا زعلان عشان اتغلبت في المباراة النهائية عن ظلم عن ظلم تخيل حضرتك وأنا بكلم الأهلوية العقلية تخيل حضرتك إنه إن لو المباراة دي بتتلاقي في ملعب آخر هل كانت كان الأهلي هيتغلب بالشكل ده آه عندنا مشاكل فنية أيوة أنا بعترف إن إحنا عندنا مشاكل فنية مش أنا الوحدي مصر كلها اعترفت بهذا الأمر محدش بيقول إن إحنا كنا كويسين واتغلبنا إطلاقا ولكن أنا بقول إن الأجواء لو كانت أفضل من كده بالنسبة للعبين كانت هتبقى أجواء كان من الممكن أن يكون اللعبين أفضل من كده بكتير وأنا ما بديش هنا تبرير للعيبة ولا حاجة ولكن في نفس الوقت إحنا يا ما شفنا في مثل هذه الأمور آه هتقول لي أصلين تلعبته في مباراة الصفاقسي في 2006 آه لعبنا كده وكل حاجة ولكن كان فيه مباراة أولى وكنا واخدين حقنا عشان كده كنا عارفين إن إحنا هنروح هناك لكن اللي عملوا الاتحاد الأفريقي في هذه المباراة وكيفية التحضير لهذه المباراة طيب هل من الممكن أن يكون هناك أنا عايز بس حد يجاوبني على هذا السؤال أي مسؤول يجاوبني على هذا السؤال هل من الممكن أن يكون أعضاء مجلس إدارة نادي الوداد ورئيس مجلس إدارة نادي الوداد داخلين استاد القاهرة مثلا في مباراة أهائية ويحصل معهم اللي حصل مباراة مع عضاء مجلس إدارتنا ورئيس النادي هل ده ممكن يحصل لا لا يمكن أن يحدث إطلاق ولكن اللي حصل إمبارح إهانة واللي حصل إمبارح لن يقبله أحد فعشان كده إحنا دايما اللي بدنيجي نتكلم أنا ما بحبش أولا تكلم ولا أعلي النبرة لمجرد أن أنا بعليها وخلاص أنا لو هذه المباراة كانت بتلعب في أجواء عادلة دايما كابت الخطيب عمل إمبارح كابت الخطيب عمل إيه رأي الناس رأي حتسلم على رئيس الاتحاد الأفريقى ورئيس الاتحاد دولي قال لهم إيه قال لهم It's not fair اللي حصل ده ليس عادلا ممكن أتغلب بالمناسبة أروح ألعب في ملعب آخر وأتغلب ما عنديش مشكلة ساعتها أنا كل الأهلوية حيقولوا إن موسماني عمل واللعيبة كانت وحشة ويستحقوا كذا زي ما اللعيبة بتطلع سبع سمة لما بناخد بيهم البطولة برضو اللعبين والمدير الفني والجهاز الفني يستحقوا الانتقاد وعلى فكرة ما عندهمش مشكلة لأن هم عارفين إن هم ولكن هم بيقولوا دايما إيه أو اللي بيتقال إيه إن كان في السنة نبقى نلعب في أجواء عادلة أكتر من كده نلعب في أجواء عادلة أكتر من كده